أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو تدعم تمديد التهديئ في سوريا لمدة 48 ساعة أخرى رغم تسجيل عدد من الخروقات لنظام وقف الأعمال القتالية يأتي ذلك فيما أحبطت القوات الروسية هجوم لتنظيم داعش على تدمر بسوريا بعملية أسفرت عن مقتل 250 إرهابيا قال النائب الأول لرئيس العمليات في هيئة الأركان الروسية الفريق بيكتور بزونخير أن الهدنة في سوريا تنتهي اليوم في الساعة السابعة مساء بثوقيت دمشق وفقا للاتفاق الروسي الأمريكي مشيرا إلى أن العدد العام لخرقات الهدنة من قبل المسلحين حتى صباح اليوم بلغت 60 حالة ويشهد دابوزينخير على أن القوات السورية الحكومية لم تقم بأعمال مضادة ردا على انتهاكات التهديئة وإشار الفريق في الوقت ذاته إلى أن الجانب الروسي تفهم أهمية تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع واشنطن ويدعم تمديد نظام وقف الأعمال القتالية على كافة أراضي سوريا لمدة 48 ساعة أخرى ولفت المسؤول العسكري الروسي إلى أن بعض الفصائل المسلحة التي تخضع لسيطرة الولايات المتحدة حسب قوله مثل تنظيم أحرار الشام أعلنت بشكل مباشر عن رفضها لوقف إطلاق النار مشيرا إلى أن العدد الأكبر للانتهاكات نجم عن أعمال هذه الفصائل بالذات وأعلن بوزين خير أن مدير مركز حميمي من روسي الخاص بمصالحة أطراف الأزمة السورية سيجري الثلاثاء المقبل محادثات مع المركز العسكري التحليلي الأمريكي في عمان حول ضرورة تمديد التهديئة وتكثيف الجانب الأمريكي العمل مع ما يسمى بالمعارضة المعتدلة لافتا إلى أن الجانب الروسي يشك في قدرة الجانب الأمريكي على تنفيذ تعهداته الخاصة بالفصل بين وحدات المعارضة المعتدلة عن تنظيم جبهة النصرة يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية أحبطت هجوما لداعش على تدمر بسوريا بعملية أسفرت عن مقتل 250 إرهابيا وتدمير العشرات من مركباتهم